طبعا أنا مع ترامي لرأي الدكتور فتاح الشيخ لكن فيها تضليل كبير للحقائق وحقيقة يمكن وصلت المعلومات خاطئة أو عدم مراجعتها لكثير من الإجراءات التي اتخذت في زمن حكومة السيد الكاظمي يعني راح نطيب الوثائق والأدلة والبراهين بأن موضوع ربط الانبوب من المنطقة الجنوبية باتجاه العقبة وقع بزمن السيد الكاظمي وفي حكومة التيار الصدري ربط شبكة الكهرباء مع السعودية لمحطات كهربائية تنشأ في داخل العقبة وقع من قبل أطراف التيار الصدري الصحراء التي استثمرت من منطقة الغربية ومرورا حتى بادية السماوة وقعت في زمن السيد الكاظمي وحكومة التيار الصدري يعني هذه الإجراءات والاتفاقيات التي عقدت والقمة التي حضرها في الأردن كانت بمباركة من قبل السيد مختدى الصدر لحضور السيد الكاظمي في هذه القمة وهذه في دلائل وبراهين وشهود مباركة مباشرة الموجود موثق مدينا وبالأدل قدمنا يا شيخنا عزيز ومن هو صاحب القرار بالدائر الصدري اللي تقصده حتى نعرفه بس دعني أنا ما قاطعتك بالعملية السياسية بالحكومة دكتور فتاح لا خلي افكر الاسم حتى نعرفه دكتور فتاح سجل ملاحظاتك أنت بالستوديو أنا أتمنى أتمنى ما تقاطعني فضل خلينا أكمل مثل ما كملت حديثك ما قاطعتك أنا بالنسبة لي ما أتكلم يعني أتكلم كلام بدون أدلة وبدون براهين وبدون وثائق وبإمكانك الرجوع الآن وأزودك بكل الوثائق وبإمكانك أن تنشرها في قناة دجلة وفي برنامجك بأن هذه الاتفاقيات اللي يتحدث عليها السيد فتاح الشيخ كلها موجودة في زمن السيد الكاظمي ومباركة الحكومة التيار الصدري في وقتها أنا من أريد اليوم أقول البلد ينباع حقيقة الفترة السوداء أو الفترة المظلمة التي مر بها العراقية فترة زمن حكومة السيد الكاظمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر